اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة المستمرة والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية في العراق حيث توقفت عملية التصويت واغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بهذه الانتخابات وسط تقارير محلية واجنبية عن ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت الاضعف منذ عام 2003 وحتى اليوم حيث ذهبت هذه التقارير الى ان نسبة المشاركة العامة لم تتجاوز الـ 15% على الرغم من كل التحشيد السياسي والاعلامي والمالي والترهيب والترغيب هذه التغطية الخاصة سيكون معنا فيها الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي دكتور مرحبا بك حياكم الله في هذه التغطية للمرة الثانية نشاهد هذا التقرير ثم نعود لإكمالي والبدأ الحقيقة بالنقاش في هذه التغطية الخاصة كل ما يصدر عن المنظومة الحاكمة في العراق من قرارات وإصلاح مزعوم لا بد من التعمق في تفاصيلها لتظهر كوارثها وخفاياها التي تخدم الأحزاب النافذة قانون الانتخابات الجديدة الذي يظهر وكأنه يضعف من مركزية استبداد الأحزاب إلا أن حقيقته عكس ذلك موقع ميدل إست آي البريطاني يؤكد أن هذا القانون الجديد يعمل لصالح الأحزاب الكبيرة والمنظمة والممولة جيدا والتي يمكنها تقديم عدد كبير من المرشحين والمساعدة في تمويل حملاتهم بالإضافة إلى ذلك تتمتع الأحزاب السياسية المهيمة بمزايا أخرى مثل السيطرة على الميليشيات التي يمكنها استخدامها لترهيب المنافسين والتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد الدولة والحصانة من الاستجواب القضائي أما الانتخابات في عمومها فلا تعد أن تكون أداة للمناورة السياسية بدلا من كونها طريقا نحو تغيير ذي مغزى كما يؤكد موقع ميدل إست آي ويستند في ذلك إلى ضعف المؤسسات والمحسوبية وفساد القضاء بالدرجة الأولى فعلى الرغم من اختيار مجموعة من القضاء المستقلين للعمل في مفوضية الانتخابات إلا أن القضاء أثبت أنه عرضة لضغط سياسي وبالتالي فإن التفويض الفعلي لمفوضي الانتخابات الجدد كان مقصورا على الجوانب الفنية والإجرائية الأمور التي يحرم المساس بها لدى الكتل المهيمنة هي كل ما يتعلق بمسار العملية السياسية وأقطابها الذين كانوا جزءا من هيكلية حكم ما بعد 2003 وما عدا ذلك من أمور شكلية فقد تشهد تغييرا بين الحين والآخر أي أن النص الأساسي للمشهد السياسي يبقى ثابتا فيما يتم التلاعب بالهوامش لا أكثر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة عن الانتخابات البرلمانية في العراق والتي توقفت تصويت فيها وأغلقت مراكز الابتراع ضيفه التغطية الدكتور رافع الفلاح الكاتب البحث السياسي لجدد الترحيب به مرة ثانية دكتور في التقرير الذي تلي قبل قليل وهو طبعا نقل عن موقع الميدل إست آي يتحدث أن هذه الانتخابات الحقيقة هي مناورة سياسية ليس للتغيير وإنما لتثبيت الوضع السياسي أو النظام السياسي القائم كل ما يقال عن أن هذه الانتخابات للتغيير نقطة تأريخية محطة مفصلية في تاريخ العراق لا يعدو أن يكون خطابا سياسيا بلا محتوى الحقيقة هي مناورة للتشبث بالسلطة بسم الله الرحمن الرحيم السادة ماجل صحيح جدا وهذه المناورة لا تقتصر على الداخل العراقي الحقيقة نعم هذه مناورة إقليمية ودولية قبل أن تكون عراقية يعني أو بالاتفاق مع الأطراف الدولية أو بتصميم الأطراف الدولية والإقليمية وإطاعة الأجراء في العراق لهذا الشكل لأنه فيها مصلحتهم لأنه أنت الآن تنظر لا يمكن أن تصدق أن بلد بهذا النظام المتهري بهذا الفساد بهذا الخراب كل التقارير الدولية تشير إلى هذا تشير إلى الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان تشير إلى الفساد اللي هو أقوى فساد في الدنيا العراق منطع السنة داخل منظومة الفساد هو الرقم واحد أو الرقم يعني ضمن هذه التسلسلات العشرة الأخيرة في الفساد انهيار بكل المنظومات الخدمية انهيار بالصحة بالتعليم بالخدمات الاجتماعية بكل شيء المجتمع ممزق الهجرة على ناس مهاجرين في العراق والأمم المتحدة بشهادة الأمم المتحدة لسنوات طويلة العراق أكثر ناس نازحين بلد مدمر كهرباء غير متوفرة صرفوا عليها أكثر من مئة مليار وبالتالي العالم كل واقف مع هذه التجربة ما هو غرض بعالم من هذه التجربة هل العالم مخدوع بهذه التجربة مستحيل هو يعرف هذه التجربة إذن هي مناورة دولية وإقليمية وأوامر لهؤلاء الأجراء الذين من مصلحتهم أن يبقوا على كراسي الحكوم لكي تجرى هذه الانتخابات بهذه الطريقة لكن ليس هذا المهم المهم في هذه القضية أستاذ ماجد الآن بعد ما قالوا أنه انتهت التصوير من فاز في هذه الانتخابات هو الشعب العراقي من فاز في هذه اللقطة كيف؟ لأنه أثبت أنه على وعي أثبت بأنه رفض كل هذه لأن الرقم واحد والقدرة القوية للتأثير والتغيير هي للشعب العراقي الذي لم يشارك هذه نقطة أسألك عنها وكانت مؤجلة الحقيقة التقارير الصحفية والميدانية تتحدث أن نسبة المشاركة العامة لا تتجاوز الـ 15% ممن يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات شعبياً ما الذي تعكسه؟ ما الذي تبينه؟ طبعاً بدايةً هم سيكذبون سيقولون يعني غير هذه النتيجة ومثلما كذبوا في كل انتخابات سابقة وآخرها في 2018 عندما قاطع أكثر من 82% من الشعب العراقي لتلك الانتخابات وقالوا أن النسبة 47% ولا تتجاوز 16% أو 17% الآن لا تتجاوز الـ 15% لكن سيقولون أكثر من هذا وربما سيعبرون الـ 50% بهذا الاتجاه والنسب كان ممكن أن تقولها المفوضية بسهولة بسرعة وموجودة أمامهم لكن لم يقولوها لأن هناك اتفاقات هناك بيع وشراء هناك مساومات هناك اتفاقات مع القوى السياسية الحاكمة للعراق هذه الأعزاب السيئة الفاسدة المخربة التي دمرت العراق طوال 18 سنة هذه القوى والعملية السياسية لكي يقولوا النسبة التي تلائمهم وبالاتفاق مع الأطراف الدولية وأولها أمريكا وبريطانيا وبالاتفاق مع إيران هذه الحقيقة بالتالي أريد أن نقول ونعود للقول أنه من سجل الأهداف كلها هو الشعب العراقي لأن الشعب العراقي رغم كل هذا التهريج تهريج دولي لا يقتصر على العراق تهريج دولي تهريج الأمم المتحدة تهريج الأقليم والتهريج الداخلي كل هذه الدعايات هذه لا سميها دعايات ولا أعلانات لكنه سميها تهريج هذه الأصوات النشاز هذه الدعايات النشاز هذا الشحن النشاز المعيب اللي يدعو إلى الموافقة على قتل العراقين على تدمير العراق لأنه عندما يدعوش المجتمع الدولي إلى القبول بهذه التجربة البائسة الرثة من 18 سنة والموافقة عليه لكي تستمر هو المجتمع الدولي متآمر على العراق ويريد للعراق أن يموت أن يقتل وأن الشعب العراقي يدفن ويحرق هذه الحقيقة والإقليم كذلك وهذه مصالحهم يعني مصلحة إيران أن يبقى العراق ضعيفا ومصلحة أمريكا أن يبقى العراق ضعيفا وكل هذه الدول مصالحة مادامت مصالحهم الاقتصادية متحققة وضعف العراق يفيدهم في قضاياهم السياسية وقضاياهم في التعبير عن رؤاهم وستراتيجياتهم فبالتالي يريدونه إذن هم متآمرون على العراق تآمروا على العراق وهؤلاء الخدم هؤلاء الأجراء كانوا عونا لهم وكانوا يدهم الضاربة هم وميليشياتهم في العراق لإستمرار هذه العملية لكن الشعب العراقي رغم كل هذا التهريج رغم كل هذا الرص يعني لم تشاهد الجوامع تنادي سنتحدث دكتور على هذه النقطة لكن دعني أسألك أيضا عن هذه الانتخابات والانتخابات السابقة يعني الآن نسمع اتهامات كبيرة أنه كل الانتخابات التي جرت في العراق منذ عام 2003 إلى اليوم طبعا من شركاء العملية السياسية يتهموها بالتلاعب بالتزوير أنها لم تعكس إرادة الناخب أو الشعب العراقي والكثير من السلبيات التي الآن نسمع بها الانتخابات الحالية الآن توصف تكان لها طبعا المذيح نقطة مفصلية محطة مهمة في تاريخ العراق مختلفة الحقيقة تنجز شيء لم يعرفه العراقيين سابقا هل من الممكن بعد أربع سنوات سنسمع أن هذه الانتخابات أيضا كانت مزورة وجرت تلاعب فيها جريا على ما جرى في الانتخابات الدورات السابقة؟ يعني ندعو الله أن لا يطيل أعمارهم في الحكم يعني ينتهون ولا نسمع هذا الكلام ونسمع كلام الشعب العراقي عندما يعقم نفسه بنفسه ويسمع عملية الوطنية التي يكتب فيها دستور وطني واللي قانون أساس واللي ما بها تفرقة بين الناس واللي يصنع دستورها على أساس المواطنة واحترام الغير ويكون العراق مستقيل وذال سيادة نتمنى هذا هذا ندعو الله إليه لكن في كل الانتخابات كلما تقرأوا الانتخابات كم تعودوا؟ هذه الشخصيات الكارتونية الرثة القبيحة المعيبة الكاذبة كانت تذكر جميعنا وكل العراقين يتذكرون يخرجون على الفضائيات أحدهم يجتم الآخر والكل يخرج عيوب الآخر ويقول فلان فاسد وفلان كذا وكذا وكذا وكأنه هو الوحيد النزيد نعم وبالتالي يخرج الشخص الآخر المعني ليتهم من اتهمه بالفساد والخراج وبالتالي أنت ترى خارطة من الفاسدين والمخربين والمدمرين وأنت تتحكم على هذه القضية إن كان هذا وهذا واحد واثنين وخمسة وعشرة وما عرفش قد وخمسمية هم كلهم من هذه الملة الفاسدة فبالتالي هذا العراق وصل إلى هذا المنحدر سيء إلى قاع المهانة والدمار والخراب وهم من أوصلوه في العملية السياسية في انتخاباتهم نفس القضية هم يعتقدون بعقدهم الكسيح بفكرهم الكسيح برؤيتهم القاصرة يعتقدون أنهم يستطيعون أن يخدع الشعب أنه كل الانتخابات السابقة ترى كان بها تزوير إذا كانت فيها تزوير فهي أفرزت حكومات وبرلمانات إذن هذه الحكومات والبرلمانات غير شرعية الآن أنتم تركمون غير شرعية وما بنية على غير شرعي فهو غير شرعي إذن هذه الانتخابات التي بنيت على أسس غير شرعية هي غير شرعية هم لا يدركون هذه القضية لكن عقلهم الكسيح يعتقدون أنهم إذا ما شتموا كل ذلك وظهروا عيوبه فهم محصنون وبالتالي سيتكلمون بلغة سهلة والناس ستصدقهم بأنهم يعني يتقياء وأنقياء وأيادهم نظيفة وذاهبون إلى العمار والبناء والإصلاح مثل ما يتحدث هذه كذبة كبيرة نفس القوى نفس الوجوه نفس الأحزاب غيرت أسماءها هذا سمى نفسه معرف مين بدل رقم واحد صار رقم ستة أبو ستة صار اثنين هذا لن يغير الحال لن يغير أبو الدجداشة لبس قاط أبو القاط لبس معرف شنو شروال نفس العملية بالتالي الشعب العراقي يعرفكم ويعرف فسادكم لأنه المنظومة فاسدة منظومة خريبة أنتم مجراء أنتم راهنين مستقبل العراق وإرادة العراق إلى الغير وتنفذون أوامر وتستفادون والشعب العراقي يذهب إلى الجحيم بالتالي يوعدونا هذا سمعنا الوعود سمعنا ناس يتحدثون من عام الفين وخمسة أنه لكل عراقي بيت لكل عراقي معرف شنو لكل عراقي مدرسة لكل عراقي وكثير من عدهم تحدثوه وتكرر هذه الوعود العقوبية لكل انتخابات الحقيقة لكن ماذا كسب أهل العراق؟ ذلك الشعب العراقي اليوم أثبت أنه ليس له وعي عالي جدا جدا وشعب راقي هذه المقاطعة ليست قرارا اعتباطيا هذه ليست لعبة مثل ما يعتقدون لعبة سياسية سخروا كل أجهزتهم هذه أجهزة التهريج هذه مع الأسف مع الأسف أقولها مع الأسف الجوامع والأماكن المقدسة سخروها بهذه الطريقة واضح تسألك دكتور علي خاصة في المحافظات المنكوبة الحقيقة هناك عملية تحشيد من قبل الوقف السني لمساجد لأئمة وخطباء وما إلى ذلك بل إن أحدهم يعتقد أنه يجب على الناس أن يذهبوا الانتخابات لكي لا تذهب الديمقراطية لكي لا تقتل الديمقراطية في العراق هذه الديمقراطية قد تأتي حكومة فتحرمونا من هذه الديمقراطية لاحظ يعني أستاذ ماجد إنما يتحدث شخص بهذا المنطق يعني هذا يجعل حتى الأطفال يضحكون على عقله الكسيح يعني هل يعتقد هذا أنه من عام 2003 هي ديمقراطية أين هي الديمقراطية الديمقراطية اللي قتلون بها الشباب أكثر من ألف شاب بالشوارع قتلوهم هاي الديمقراطية الديمقراطية تهجر أكثر من عشر ملايين عراقي الديمقراطية ست ملايين عراقي بالخيامة الديمقراطية تحرم الناس من المستشفيات من التعليم الجيد من الخدمات من الكهرباء من درجة الحرارة ستين درجة الحرارة وانت الكهرباء ما موجودة هي هاي الديمقراطية الديمقراطية أن يقولوا لك أنه الظاهر ونحن نحميك بس أنت من تشتمهم يجب أن أنت الظاهر وأن تندحهم بس إذا اعترضت عليهم يعتقلوك الديمقراطية هي سجون سرية الديمقراطية هي طائفية وين شاف الديمقراطية هو وما هو شكل الديمقراطية يعني نفهمها هو قاب تجينا حكومة مو ديمقراطية وتروحها شن هي الديمقراطية الديمقراطية لا تأتي مع الطائفية الديمقراطية والطائفية لا تأتيانا على سطح واحد يا رجل عيب عليك تتحدث بهذا ما تعرف لا تحكي لا تحكي خليك باختصاصك وخاف الله واتقي الله لا يمكن هذا الحديث أنت تحاول أن تضلل الناس ونضعك عليهم ما تقدر لا تستطيع والسيارات تفتر بالشوارع تناذي بمكبرات الصوت اخرجوا لبيلون ماذا أنتم رئيس المفوضي العليا يقول شاركت وما شاركت وهي النسبة واحدة وحقيقة هي هاي يعني تشاركون ما تشاركون تعترضون ما تعترضون احنا رح نطلع النتائج ونقول هاي النتائج ونقول اهلا بالديمقراطية ومحافظ بغداد يضرب صعادات بالجاو والناس صفق عيب هذا هذا الوضع عيب محيب جدا جدا ايضا دكتور في نفس النقطة اسمح لي وبعدين اتكمل يعني الآن هذه الناس التي تقاطع الانتخابات بنسبة 85% سابقا اتهمت اتهمة اخرون انهم من حرضوا الناس على مقاطعة الانتخابات هي تعلماء المسلمين ان الهيئة هي من يعني حرضت الناس على الانتخابات اصدرت فتوى ضد الانتخابات مع العلم الناس اصدروا بيانات عديدة انهم يعني لم يصدروا هكذا فتوى الان من الذي حرض الناس 85% على المقاطعة من حرضهم الان هذا التصرف السيء هذا الاداء السيء هذا السرقات كان اكبر محرض هو هذا الحرضهم هذا الخراب بالعراق الدمار اللي شهدوا بالعراق في 18 سنة هذا الكذب هذا التضليل هذا الخداع هذا العدم وطنية عدم الاخلاص للعراق عدم الايمان بالعراقين عدم الوفاء لدماء العراقين عدم الوفاء لتضحيات العراقين بناء تجربة رثة كاذبة كلها فساد وخراب وميليشيات وقتل واستهتار بالناس هذا اللي حرض الناس على أن يرفضوا كل هذا وهذا الرفض مرة أخرى أقول هو قرار أقلاني منطقي مبني على ثوابت قوية هذا موقف هذا ليس يعني ليس موقفا عاطفيا هذا موقف عقلي ونفسي ووطني وثابت وبأقدام ثابتة على الأرض وهذا زعزعهم يعني الآن هم سيزورون وهم مزورين وسيقولون المفوضية العليا يعني في تقريركم ربما ورد في تقريركم في بداية البرنامج قالوا المفوضية من قضاة مستقلين نقول ليسوا مستقلين لا يمكن أن يكونوا مستقلين وهم غير مستقلين هم تابعين لأحزاب نعم هي أحزاب تدعمهم ولذلك يمثلون أحزاب قد يبدو هو اسمه مستقل الجيش قالوا عنه مستقل وهذا جيش الوطن لاحظ خلال اليوم اليوم اللي صار به الانتخابات الخاصة لاحظ الهتافات اللي هذا يصيح احنا كنا مع أبو سراء وهذا يصيح كنا مع أبو هاشم وهذا يصيح كنا مع أبو ما المهزلة وين الجيش الوطني اللي صيحنا مع العراق انت علي أساس بهذا كل دول الدنيا إذا كانت الجيوش هذه بهذا الشكل لا يسمحون لها بالمشاركة لم يكن الجيش خالصا للوطن وابن الوطن وابن الشعب لا يحق له المشاركة ولا يشاركونه احنا لا نشارك حتى نزيد النسبة دنقول هل قد شاركة ومليون ما عرف مليونين وثانيا كانوا لا يتحدثون عن عدد الذين في القوى الأمنية والجيش الآن يتحدثون عن مليون وكذا هم يتحدثون إذا عدكم مليون وكذا جيش وقوى أمنية ماذا تحتاجهم من الميليشيات لماذا الحشد وغير الحشد شو تساهم بهم يعني النظام السابق عندما قالوا أنه وصل عدد الجيش مالي ما أدري ثمانمية ما أدري تسعمائة ألف قالوا أنه يعسكر المجتمع وقامت الدنيا هذا ليس يدفعنا عن النظام السابق لكن هذا واقع الحال نحن نصف الواقع الحال الآن أكثر من مليون هم يقولون الآن بالانتخابات يقولون مليون وكذا حوالي مليون ومثين شاركوا بيد لعب أصواتهم إذن ما حاجتكم إلى حشد وميليشيات ويحمون أعراضكم ويحمون مدري منه طيب شنو فائدة هذا الجيش والقوى الأمنية إذا تحمي أعراضنا الميليشيات وهي تقتل وتذبح ولديها سجون وتهدد الحكومة وتهدده لا يستطيع لا رئيس الوزراء وتستعرض لكيفه كذبة كبيرة وبالتالي هؤلاء هذه السلطة كذبة كبيرة والمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي متآمر على العراق ثبت تآمره على العراق لأنه لا يمكن القبول بتجربة رثة بهذه الطريقة بهذا الترويج التعادل أوروبي والأمم المتحدة شنو الأمم المتحدة؟ في أي زمن الأمم المتحدة تدخل بالانتخابات بهذه الطريقة وتصدر بيان من المجلس الأمن لدعم الانتخابات في العراق على ماذا؟ إذن هناك يعني خرق كبير يريدون أن يستمر هذا الخرق وهذه الهوة العميقة أن يقع فيها الشعب العراقي ويستمر في السقوط إلى قاع إلى القاع النهائي إلى قاع الظلمة هذا المطلوب الحقيقي وله بالتالي لا يمكن لكن الشعب العراقي أجابهم اليوم أجابهم إجابة كبيرة وواعية جدا سنتحدث عن الآفاق المستقبلية لهذه الإجابة ما أسمي بالإجابة في نقطة أيضا من يروج للانتخابات خاصة في المحاضرات المنكوبة الوقف السني والطلب من الأئمة والخطباء بالتكبير أو حث الناس الحقيقة التقرير لوكالة رويترز عن الانتخابات يقول أن العراقيين سيقاطعون الانتخابات تماما قاطعون الانتخابات بلمانية لأنهم فقدوا الثقة تماما بالعملية السياسية وكل قواها هذا التقرير لوكالة رويترز يعني مفروض جماعة الوقف السني الخطباء يعني أقرب أقرب إلى الواقع في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يقول من المستحيل تخيل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في العراق هذه مع كلام الأئمة والخطباء وحثهم وتعويلهم على الديمقراطية يعني ما الصورة التي يمكن أن نطلع بها ما هو هذا هذا اللي كنا نتحدث به أستاذ ماجد يعني عندما يتحدث أحدهم ويقول أنه الديمقراطية خافة تروح من عدن نعم أنت في بلد فاسد بهذه الدرجة هو شايف يعني تقارير منظمة الشفافية الدولية يسمع التقارير يعرف أن العراق مخرب يبدو أن هذا الرجل عايش فيه مكان معزول هو ومعه كثر دكتور أيضا يعني يعيشون في قوقعة ربما في بحبوحة لا يرون العراق لا يخرجون إلى الشوارع ولا يرون البؤس ولا الفقر الفقر في العراق أكثر من 12 مليون عراق يأكلون من المزابل في بلد هذه ثرواته هذه إمكانيات هذه موازنات المليارية وهذا سميه ديمقراطية أي ديمقراطية الديمقراطية وأمريكا اعترفت هي أن لم تأتي للعراق لجلب الديمقراطية أنتم شلبين بالديمقراطية ديمقراطية هذه أي ديمقراطية وإذا كان يعتقد وهو يعني يعتبر نفسه مفكر وغير من يتحدثون عن الديمقراطية الديمقراطية الانتخابات لا تاني الديمقراطية الانتخابات هذه يعني فقرة من من فقرات الفكر الفكر الديمقراطية الديمقراطية إطار كامل بيها فكر بيها تربية بيها سلوك بيها ثقة بيها بناء تراكمي وصولاً إلى وهذه الانتخابات لا تعبر إلا عن جزء صورة معينة من صورة ديمقراطية هواية من الأنظمة الدكتاتورية التي توصفها أمريكا بالدكتاتورية تجري انتخابات تجري انتخابات وتفوز بها قوائم لكن هي أنظمة دكتاتورية ماذا تسمي هذا؟ هو لا يفهم معنى الديمقراطية ويتحدث للناس اللي لم تخرجوا رح يخرجهم من الدين رح يخرجهم من الملة هذا الكلام لا يمكن أنت عندما ترى هذا تجد أن هناك مؤامرة كبيرة مؤامرة كونية على العراقيين بهذه الطريقة الغريبة العجيبة عيب محيب حشدوا الناس في هذه المحافظات حدثنا عن المحافظات الغربية والمحافظات المنكوبة حشدوا الناس بطريقة معيبة عشائرياً واللي ما ينتخب تخلى عن العشيرة حيب هذا الكلام هذه الديمقراطية هذه الديمقراطية أنت مثل ما إلك رأي أنت تحب هذه العملية السياسية رح للعملية السياسية بس أنت لا تجبرني رح للعملية السياسية أنت ما تقول أنا ديمقراطية وتخاف على الديمقراطية أنا ما أريد رح للعملية ديها أنا قناعتي أنه مو العملية الديمقراطية هذا ما لتكون انتخابات ما لتك ضد مصالحي إذن أنا قاطعك من نقاطعك ونحن النسبة العالية الشعب العراقي من يقاطع 85% من العراقين يقاطعون هذه الانتخابات بقرار واعي هذا ليس قرار عاطفي ليس قرار يعني وقتي أو للحظة عصبية لا هذا قرار عبر 18 سنة ما يقرب من 18 سنة من المعاناة والمكابدة والأذى والسوء والقهر والخراب والدمار شاهدوه والدماء التي سالت والاعتقالات والتغييب وبالتالي والاغتهالات والميليشيات المسيطرة وضياء حيبة العراق وأسم العراق وهوية العراقين بالتالي قرروا المقاطعة وقاطعوكم بال2018 وطلعوا عليكم الثورة التشريد وقاطعوكم اليوم وسيخرجون عنكم بالثورة ستمعيكم هذا الوضع ما يستقر أنتم الآن ستعلنون مفوضيتكم هذه اللي سموها مستقلة حلال عليكم ستعلن وسيباركون وستأتي البرقيات التهنئة من وزير الخارجي الأمريكي والرئيس الإيراني ومعرف منه وخامني وبطيخ كل هالشكولات تؤيدكم لكن متى تستقرون على الكراسي وتقولون نحن نحكم العراق الذي يحكم العراق بالديمقراطية والحرية الشعبي عيده يرفع كرسية ويحميه ويحمي خلي أتحداهم إذا يقدرون يركبوا سيارته وحده أي مسؤول من عدهم ويفتر بالشوارع وينزل على رجليه بالشوارع يكتلوه يخاف شوف مواكبهم من يمشون بالشوارع كيف يمشون وشون يتعدون على العالم وقد عدد السيارات إذن هم عندهم رعب من الشعب العراقي هم أقوم في صال بينهم وبين الشعب العراقي وبالتالي وين الديمقراطية اللي يتحدثون عنها ويحشدون الناس الناس في مدينة الموصل بيوتهم مدمرة الجثث تحت الأنقاض يسولهم انتخابات تعالوا انتخبوا من يروح الانتخب وليش انتخب من ينتخب وليه من ينتخب هؤلاء الذين دمروا بيوتهم واتهموهم أنهم دواعش وكذا واتهموهم أنهم مجربين وأرهابين وخلوهم سيطرات ما الميليشيات تبتزهم وقعدوهم بمعسكرات النازحين ودمروهم واعتدوا عليهم بالتالي الناس تنسى جسر بزيبز وغير جسر بزيبز وغير جسر بزيبز لكن الآن يخوفوهم في محافظات كثيرة مثل الغربية وغيرها يخوفوهم جرى عملية تكثيف خطاب سياسي مكثب قبول الانتخابات بكاء كبير أو تباكي على النازحين والمغيبين ترهيب يعني قبول الانتخابات تتوقع راح ينسى هذا الموضوع بعد الانتخابات أم سيتابع من قبل قوى العملية السياسية خاصة سنة العملية السياسية هؤلاء لا يهمهم أي شيء اللي يهمه يفوز ويهمه يبعد بالكرسي ويأخذ فلوس ويضحك على العراقين يقول يعني ضحكنا عليهم وخلص لكن الشعب لا ينسى والخمسة عشر بالمئة هذه اللي راحت للانتخابات هذه جزء بسيط من عندهم المخدوعين جزء بسيط بسيط جدا نسبة بسيطة والباقين هذا جمورهم هذه أحزابهم هذه قواهم هذه اللي معاهم اللي راحوا انتخبوهم وهذا مؤمل من عندهم لكن القوة العظمى من الشعب 85% على العالم الذي يعرف هذه الحقيقة هو يعرفه جيدا أن يخجل يخجل من هذه اللعبة من هذا التآمر على العراقين يكفي تآمر العراق منذ عام 90 إلى اليوم من الحصار 13 سنة وهذه 18 سنة يعيش العراق في ضيم في قهر هذا الجيل اللي نولد بالألفين وثلاثة اللي ما لا علاقة لا بنظام سابق ولا بنظام لاحق لا نرفضكم غير قابل يريد يعيش يريد يعيش حاضرة ويريد يعيش مستقبلة أنتوا تجيبوا له عملية بائسة مثل هذه بأحزاب فاسدة ومخربة كلها جاءت بالألفين وثلاثة لا تملك شيئا والآن تملك تملك الدنيا تملك أرصد بالبنوق العالمية وتملك موانئ وتملك مطارات وتملك منافذ حدودية وتملك تجارة مخدرات وتجارة أعضاء وتجارة دعارة وكل هذا وبالتالي تتكلمونا على الديمقراطية وتصمموا لهم قانون للانتخابات يناسبكم تحشدون بالعشائر وتحشدون بعيد عيب على عشائر العراق إذا تقبل هذا وعيب على الناس فالناس ما قبلت لا عشائر العراق قبلت ولا الناس قبلت وبالتالي 85% هم منه القاطعهم عشائر العراق والشباب العراق والنساء العراق وكلهم نتحدث عن شباب العراق في النصف الثاني من هذه التغطية التي سنتوقف عنده هذا الفاصل نشاهد هذا التقرير عن أموال الفساد المنهوبة من المال العام لتغطية الحملات الانتخابية التي تقدر أموالها بملايين الدولارات نشاهد هذا التقرير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفنا دكتور رافع الفلاح ليس غريبا في بلد يحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم من حيث تفشي الفساد أن تنفق مبالغ مالية طائلة على الدعاية الانتخابية فيه ومع احتدام الصراع بين الكتل التي تسيطر على المشهد السياسي في العراق منذ صنعت العملية السياسية الحالية على عين الاحتلال الأمريكي فإن الانفاق الانتخابي يصل إلى حد غير معقول بحسب مراقبين مستمدا ذلك من ثروات هائلة يملكها السياسيون الذين تضخمت أرصيدتهم في الداخل والخارج عبر صفقات الفساد التي يديرونها داخل أروقة السلطة غير أن تلك الأموال لا تذهب فقط للانفاق على الحملات الإعلامية للمرشحين بل تتسع دائرة الانفاق الانتخابي لتشمل دفع الرشا لزعماء القوائم للقبول بمرشح معين ضمن قوائمهم وكذلك محاولة تأمين المقعد النيابي عبر شراء أصوات الناخبين أو عبر الانفاق على حملات التسقيط السياسي للخصوم وترويج الاتهامات والشائعات عنهم وتختلف طرق المرشحين في شراء أصوات الناخبين بين طرق مباشرة يتم خلالها دفع المال مباشرة إلى الناخب مقابل الإدلاء بصوته لصالح المرشح مانح المال وبين طرق غير مباشرة بتوزيع المواد الغذائية والملابس والأغضية على المواطنين في الأحياء الفقيرة أو إطلاق أعمال لرصف الطرق وتعبيدها في بلد ينسى حكامها الفقراء وهمومهم ثم يتذكرونهم فجأة عند الانتخابات وفي ظل التنافس بين السياسيين الموالين لإيران وهؤلاء المحسوبين على الاحتلال الأمريكي فإن المواطن العراقي بحسب محللين لا يعلق أماله على نتائج الانتخابات التي لن تخرج في رأي الكثيرين عن إعادة التروير لكوتل سياسية وأشخاص طالما ارتبط ذكرهم بالفساد ونهب أموال العراقيين ناهيك عن تنفيذ أجندات خارجية لا تخدم ولا تهتم بما يعانيه المواطن العراقي أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه التقطية الخاصة التي تأتي لمواكبة أو تقطية الانتخابات البرلمانية في العراق ضيفه التقطية الدكتور رافا الفلاحي دكتور في التقريب الذي الآن استمعنا وشاهدناه يتحدث عن أموال طائلة جدا من أموال الفساد الأموال العام المال العام المنهوب بالفساد لصرف على حملات دعائية وانتخابية لانتخابات محسوبة سلفا بين شركاء العملية السياسية إذا كانت الانتخابات نتائجها محسومة ومغانمها موزعة ومناصبها وما إلى ذلك أما كان الأولى بهذه الأموال التي ربما هناك من يتحدث أنه قد تكون ملياري دولار تصرف على هذه الحملات لو أنها وجهت لمعالجة واحدة من مفاصل مفاصل الكارثة في العراق بطالة خدمات وما إلى ذلك فما تداعي لصرفها إذا الجماعة متفاهمين بياناتهم يعني الحقيقة هي محسومة حتى تحدثوا بها يعني كما يسمون الرئاسات الثلاثة واحد من الرئاسات الثلاثة قبل أربع تيام كان يتحدث قال نسبة الآن معروفة لكل الأحزاب والقوى العملية السياسية قبل ما تبدأ الانتخابات بربع أو خمس تيام نسب ماذا؟ نسب الفوز نسب الفوز هذا رح يفوز قال كل الأحزاب والقوى تعرف نسبها وتعرف عدد مقاعدها اللي رح تحصل عليها فبالتالي هذا الموجود لكن هذا المال اللي يصرف بهذا الشكل الغريب عجيب واللي يفوق كل الصرفيات السابقة ربما يعني يفوق بكثير كل الصرفيات اللي تحدثت عن أكثر من مليار دولار أكثر صرفت على هذه الانتخابات دوليا فيديوات دعايات خارجية ودعايات داخلية ويعني أشياء غريبة عجيبة وإلى تبرعات أنا أسأل هي نفس القوى الفاسدة المخربة التي دمرت العراق يعني هل هؤلاء الأشخاص أو الأحزاب حريصين على العراق ليصرفوا من جيوبهم لأجل الوطن لأجل العراق وهذا سؤال مهم جدا يعني شلون تقنعني شلون تقنع المواطن تقنع الناس أنه هذه من فلوسك أنت ما هو المردود لوطنيتك يعني طيب وين كانت وطنيتك في 18 سنة أنت أهل العراق يتقلبون على الجمر لا كهرباء لا ميلا خدمات لا أمن لا خدام وكل شيء ماكو لا تعليم لا صحة الكورونا في تكتبهم والأمراض اللي روح يضربوا برا يموت طيب المستشفيات صارت الداخل يعني مفقود والخارج منها مولود وماكو كل هذا والعراق تحول إلى مقبرة إذا كنتم أنتوا الوطنية حاكمتكم وأنتوا تصرفون كل هذه الأموال من جيوبكم لأجل الوطنية وين كنتوا كل هذه السنوات الآن يعني صاحب الضمير إذا أنتم صاحب ضميركم اطلعوا على الشاشات ومثل ما كنتم تقولون أنه إحنا أخطأنا لا قولوا إحنا سرقنا وهلقات سرقنا ومن فلان مكان وسلموا نفسكم للعدالة إذا كانت العدالة حقيقية وصادقة واتحاكمكم وذاك الوقت يقبلون العراقين لكن أن تحاولوا بهذه الدعايات التضليل على العراقين لجلبهم لدفعهم إلى الانتخابات لكي تقولوا ويقول العالم لكم ادفعوا العراقين بعدات كبيرة كي تكسبوا شرعية دولية وأقليمية نقول أنه والله العراقين انتخبوكم هذه كذبة لن تحصل كل القضية هذا العالم متامر للعراق لكي تستمر هذه العملية السياسية التي فيها خراب العراق طوال 18 سنة مخرجات هذه العملية كانت فساد غراب ضياع للهيبة ضياع للهوية مبنية على دستور مبنية على المحاصصة وليست على المواطنة فرق العراقيين مزقهم كنا قبل 2003 بغض النور عن شكل النظام من تأسيس الدولة العراقية وطول عمر العراق ما تعرف أنت هذا الشيعي وهذا السني وهذا مسيحي وهذا كردي وهذا عربي ما لك علاقة بالحزن والفرح كنا سوء والناس تتصاهروا عائشة بسلام أنت وصلت العراق إلى قتل وذبح وهذا عدو هذا وهذا ما يأخذ من هذا جد عدد المطلقات اللي طلقا من هذا المذهب وهذا المذهب وذاك هذا من وصلهم إلى هذه الطريقة من وصل الناس إلى الخوف والرعب من وصل الناس إلى الهجرة ترك العراق للعراق ما لا علاقة لم يعرف ثقافة الهجرة من وصلهم إلى هذه الهجرة نظام سابق تركونا من نظام سابق انتهت ساطع السنة صار لكم عائب هذا الكلام خلاص أنتوا تجربتكم هذه التجربة هذه الرثة المعيبة القبيحة المملوء فساد وأذى وسوء للعراقيين ومملوء فكر كسيح وطائفي ومقيت ورهل لإرادة العراق ومملوء ميليشيات وقتل وعصابات ومافيات ومتاجرة بكل شيء هذا العراق اللي كان نظيف من المخدرات نظيف من الدعارة ونظيف من كل شيء الآن موطن لهذه ما عيب أنت وين وصلت العراقيين هذا العراق اللي كانت مدارسة وجامعاته يضرب بها المثل الآن جامعاته لا وجود لها في كل قوائم التقييم في العالم كله خارج كل القوائم كانت مستشفياته من أرقى المستشفيات والناس تأتي من الخارج اللي تتعالج بها حتى في سنوات الحرب حتى في سنوات الحصار كان يستطيع المواطن أن يمي أحدهم قال دكتور في أزمة كورونا أن النظام السابق يعني انشغل بالحروب ولم يبني مستشفيات كافية طيب أنتو ماشي طيب أما يخالف ما بينه هو كان يعني المطلوب من النظام السابق أن يبني لكم مستشفيات حتى تتجون يبني لكم قصور حتى تقعدون بيه أنتو تركونا من النظام السابق تركونا وأنتو ضد النظام السابق جيبوا تركترات وفلشوا كل اللي يبنان النظام السابق ما ما فيها الجسور كل شيء من تأسيس الدولة العراقية من 21 من هيئة العمار وكل هذا فلشوا وبنونا أنتو شنو اللي يبنيتو بالعراق المتأمر وما خلوهم يبنون من هم الذين تأمروا وهذه مصيبة واحد يقول لك مدينة الصدر إسرائيين إسرائيين ما تقبل واحد يقول لك مدري من ولي تأمروا من هم السنة تأمروا عليكم وذول يقولون شركاننا بالعملية السياسية وشنو علاقتهم يتأمرون عليكم وانتو قائدين البلد عيب هذا الكلام هذا الكلام الطائفي وقل لك إحنا مطائفين والطائفية لا نقبل بها بالانتخابات لذا هذا الكلام شنو هو إذا كان يقصد أمريكا وقصد إسرائيل وبريطانيا اللي احتلونه فهي من جاءت بهم وجمعتهم بلندن وغير لندن وصلاح الدين قبل ما تيجيوا وسمتهم معارضة وجابتهم وإذا بيهم مجموعة من الفاسدين وكلهم يمتلكون جنسيات أخرى وجووا يحكمون العراق بإرادات خارجية وبفساد وخراب ودمار وميليشيات وقتلوا ذبح وتفريقة طيب من هم خلي يقولوا لنا من هم اللي يمنعهم هذه قضية معيبة الآن وبالانتخابات والله منعونة ما قدرنا أنت الناس وصلت إلى مرحلة سيئة الآن عندنا أكثر من ثمان ملايين أمي من وصل العراق إلى هذه المرحلة من وصلهم المرضى الأدوية خمسين بالمئة من الأدوية اللي يحتاجها العراق غير موجودة بالأسواق يتاجرون بها بالشوارع تلقاها على الأرصيف تلقاها وما تلقاها بالصيد الرياض لأن يتاجرون بها الأدوية كل شيء غريب عجيب المواطن يبحث إذا عندك مريض يروح للخارج يتعالج أشكر دكتور على ذكر الغريب والعجيب هناك أمر عجيب وغريب في العراق أن الطائرات الحربية في العراق حلقت في سماء العراق طائرات الـ F-16 وخرقت حاجز الصوت بذريعة حماية العملية الانتخابية يعني ما علاقة الطائرات الحربية والـ F-16 بالعملية الانتخابية وتوفير الأمن ربما يعني هناك جنود سيتون من زحال من الزهرة فعلا يعني ليش هذا يعني ما علاقة العملية السياسية وعلاقة انتخاباتكم بالـ F-16 اللي تخوف الناس وترعبهم وهو العراقين يعني يحتاج لهم رعب يحتاج لهم انفجارات ما صارهم 18 سنة يسمعون انفجارات لما وصلت إلى حد التخمة إلى حد التقيؤ من هذه القضية ملوا من هذه القضية انت نطير للطيارات تعالي شنو شو تحمي هذه الطيارات هذه استعراض للقوة استعراض على من؟ ارهاب للشعب يريدون يرهبون الشعب ليس أكثر يعني ولا شنو هاي انت ألمن تحمي تحمي هذه السماء وانت أساسا لا تملك الجو يعني ليس لديك لا رادارات ولا تطير ولا تقدر ولا اتصالات إلا بالمحطات الأمريكية والدولية انت ما عندك ما عندك قدرة ما عندك حتى مقاومة الطائرات ما عندك هذه القضية طيب شنو هذي شنو هذي الطائرات 2016 شنو نتقاتل بيها يعني شنو هاي وجودها يعني علما فالقضية معيبة محاولة الاستعراض مثل محاولة استعراضهم واحد يجينا معرف شنو واحد يلام لمدري شم واحد يصفقون ويهلهلون وضرب صعادات واقف محافظة بغداد بساحة التحرير ضرب صعادات على شنو تضرب صعادات على فرح شنو الفرح 85% من العراقين قاطعوا الانتخابات تعالي شنو تضرب صعادة على نجاحكم في في تأمين العملية السياسية ليعطاها عمر أطول ضربتوها أبرة يعني حقنا حتى يطول عمرها أكثر سنتين وثلاثة لأخذ سيسقطها الشعب بالتالي سيسقطها الشعب العراقي بالتالي هذا الشعب اللي خرج عليكم سيخرج عليكم مرة ومرتين وعشرة ومية واللي دفع ألف شهيد يدفع مئة ألف شهيد حتى يتخلص منكم وصلت إلى حالة الآن الشعب العراقي وصل إلى قناعة معينة لا يمكن التعايش مع هذه الطبقة السياسية هذا القرار قرار بالمقاطعة سواء في 2018 والآن هذا قرار واضح من الشعب العراقي وعلى الغرب على العالم أن يفهم هذه القضية الشعب العراقي قرار واضح لا يمكن التعايش مع هذه الطبقة التي تحكم العراق يكذبون قوة تشرين رادت هذه الانتخابات هذه لا قوة تشرين رادتها ولا العراقين رادوها وهذه كذبة رادوها بشروط نعم رادوا انتخابات مبكرة لكن بلا سلاح بلا القوى السياسية الحاكمة بلا الفاسدين بلا القتلة بلا الميليشيات هذه الحقيقة اللي رادوها بلا الفساد الفاسدين كلهم يحاكمون العراق هويت غير شكيل مو بهذه الطريقة نفس كل القوى تبقى كل الأدوات تبقى ونذهب إلى الانتخابات ونقول للناس أيرتوه أنت رتوه الانتخاب سنتحدث عن هذه النقطة نتوقف لنشاهد هذا التقرير عن الفسادي والمحاصصة في العراق ودورهما في تثبيت العملية السياسية وقواها الحزبية وتشبثها بالسلطة ثم نعود بعد المشاهدة فنكمل نقاشنا مع ضيفنا دكتور رافع الفلاحي نشاهد التقرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور في تقرير صحفي فرنسي يقول أن خيبة الأمل الكبرى هي عند الشباب العراقي من النظام السياسي هذا الشباب يمثل 60% من عدد السكان وهؤلاء الشباب بعمر أقل من 30 سنة بمعنى أن هذه الكتلة البشرية قنبلة موقوتة مؤجل انفجارها بوجه النظام السياسي هذا الحق هو هذا القول الحق هو هذا الصحيح الشعب العراق من الشعوب اللي يسمونها شعوب شبابية لأن الغالبية العظوى منها والحمد لله من الشباب وهؤلاء يشكلون من 60 إلى 65% من الشباب وهذه الكتلة هي التي رفضت المشاركة هي التي قاطعت الانتخابات فإذا أنت القوى الأساسية المكلفة ببناء العراق خارج معادلة البناء والإعمار والإصلاح الذي تحدثون عنها قاطعتكم لا تقبل بكل طروحاتكم وتعتبركم منافقين وكذابين وتجربتكم سيئة أمامهم قتلتوهم ضمت حقوقهم شرتوهم دمرتوهم قضيتوا على كل فرصهم حتى بالحياة وهم بعدهم شباب يعني الذين ولدوا في عام 2003 لحد الآن عمرت 11 سنة الآن الآن هذه كتلة بشرية هائلة هم كانوا يعتقدون أنهم قادرين على أن يصنعوا جيلا طائفيا قنابل طائفية موقوطة يتصرفوا بها كيفما يشاءون والبعض حتى بالدراسات الاجتماعية التي مؤيدة لهم قالت هذا وكانت تروج له لكن خروج ثورة التشرين أثبت العكس تماما الذين خرجوا بثورة التشرين كانوا عابرين للطائفية عابرين لكل هذه القوى وعبروا عن رفضهم لكل الأحزاب التي كانت تدعي أنهم حاضنة لها فبالتالي هؤلاء الشباب عندما يشكلون هذه النسبة الكبيرة من الشعب العراقي من 60 إلى 65% ورفضون العملية السياسية بهذه الطريقة ويقاطعونها على القوى هذه التي تدعي أنها فازت وأنها حقت الديمقراطية بأبهى صورها ويهنوا نفسهم الكاظمي هني مقتدى ومقتدى هني ما عرف منه برهم صالحي عليهم أن يستحوا أن يخجلوا وأن يعدوا الأيام لنهايتهم لأن هذا الشباب سينهيهم سيأتي اليوم هذه مسألة القوى القوى مسألة نسبية اليوم أنت تملك مصادر للقوى لكن هذه لن تدوب ولينظروا إلى إمبراطوريات كاملة انهارت كانت قوية وكانت تملك من القوى والقدرات هائلة جدا لأن مسألة القوى مسألة نسبية نعم وتغيرها بين لحظة وأخرى تتغير والشعب دائما قوي دائما أنت تقتله نعم تقدر تقتله تقدر تستبد عليه تقدر تشغل صوت ما تقمع هذا كل صح لكن هذا الشعب لن يستكين لن يخضع لك وفي هذه النقطة أيضا دكتور تحدثت أنه هذا المقاطعة الشعبية الآن التي يتم الحديث عن 15% تحدثت أنه هذا موقف سياسي واعي وليس موقفا عبثيا هل تتوقع أنه في المرحلة اللاحقة أن هذا الموقف السياسي سيتحول إلى فعل ميداني كما جرى في 2018 كانت نسبة المشاركة 17% أو أقل لاحقا تحولت إلى فعل ميداني تمثل بثورة تشرين قرار المقاطعة الحالي أيضا مرجح أن يتحول إلى فعل ميداني في الشوارع والساحات أستاذ ماجد هذه الانتخابات ما جرى في هذه ما يسمونها بالانتخابات هذه كل المرحلة من ثورة تشرين 2019 لحد الآن كل قوى العملية السياسية كل رجالاتها كل ميليشياتها حاولت بكل شدة الطرق أن تعطي الحياة للعملية السياسية استمرارهم على الكراسي في مقابل ذلك كان الرفض الشبابي رفض هذه القوى لكل هذه العملية مستمر كانت قوتي أن تتصارع لذلك كنا نقول وما زلنا نقول أن الشعب العراقي انقسم إلى قسمين يعني في العراق هناك قسمين قسم الكبير والأعظم وهو المهم الشعب في جهة وهذه الطبقة الحاكمة بأحزابها وبعملية السياسية في جهة أخرى الآن هذه الانتخابات لهم الشعب العراقي ليس مسؤول عنها لكن إش قد تقدر تستمر إش قد تقدر تبقى تقاوم ما تقدر لأن هذا الشعب من اختار قراره هم حاولوا أن يعطي لنفسهم فرصة لكي يستمروا على الكراسي والشعب عندما ضغطهم وضعهم في هذه الزاوية أيضا له خططه لديه رؤية هذه المقاطعة ليست إلا خطوة خطوة قطعت فيه 2018 و جاء تمثيل جزء منها في ثورة تشرين والآن الخطوة الأخرى وستطباحها خطوات والخطوات هذه لا يدركونها هؤلاء بعقولهم الكسيحة لأن هؤلاء ليس لديهم عقول تفكر ورؤية بعيدة هؤلاء يعتمدون على الخارج ماذا يقول لهم والخارج لا يريد إلا استمرار مصالحة ويريد العراق ضعيف ولا يهم التفاصيل فسيبقون يعتمدون على اليد الضاربة واليد التي تسرق على السلاح والميليشيات والقتل هذه لن لذلك نقول القوة بس أنا نسميه هذه ستنتهي مهما يعتقد البعض أنه قوي سيبقى الشعب بقراره بقدرته خطوة القادمة أشكرك دكتور هي المؤثرة هي المهمة هي الأساسية هذه الخطوة نقف كلنا احتراما لها نقبل رؤوسهم على موقفهم الشريف على كل معاناتهم على مواجهتهم كل هذا الإعلام كل هذا التضليل القوي الجوامع والشوارع والمفوضية تنزل بالشارع بمكبرات الصوت والقوة الأمنية وبالتالي والعالم كله وبالتالي يقاطعونها بهذا الشكل لا يستجبون لكل هذه خطوة كبيرة شكرا لك دكتور رافع الفلاح الكاتب والبحث السياسي كنت معنا في هذه التغطية الخاصة بمناسبة التظاهرات العفو والانتخابات التي جرت في العراق كما أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في تغطيات خاصة أخر في أمان الله اشتركوا في القناة